بص يا سيدي عشان حضرتك السيد الفاضل المشاهد السيدة الفاضلة المشاهدة تبقى انت فاهم اللي بيحصل في المنطقة احنا كنا زمان دائما عندنا جملة شهيرة جدا نقول ايه يا جماعة القرار كذا 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 طلع من الجامعة ولا لا فيقولك لا ده الجامعة كانت تشجب وتندد طيب وكان ناس كتير جدا تلوم على الجامعة في حين ان الجامعة بالمناسبة مصاحبة قرار القرارات في الجامعة تؤخذ بالاجماع حتى مش بالاغلبية في الجامعة العربية يعني طيب فيجي يقولك والله احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الا وهو انقسام القرار العربي قد ترى القاهرة شيء لا تراه الرياض وترى الرياض شيء لا تراه بغداد وبغداد ترى شيء لا تراه الجزائر الاخ 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 اللي عملته القاهرة وشقيقتها العظيمات الرائعات هو انه يبقى فيه وحدة في الموقف العربي زمان كنت حضرتك تلاقي يقولك ايه واشنطن ترى برلين ترى لندن ترى باريس ترى حلو كده ولما نيجي نشوف يا ترى العرب شايفين ايه فتجد ان هناك انقسامات طول الوقت في الرؤى وكانت التباينات تطغى وتتصاعد لتصل الى اختلافات وللأسف في بعض الاحيان تطورت الى خلافات ما بين العواصم العربية وبعضها البعض الخلافات دي هي اللي اضعفت الموقف العربي الخلافات دي هي اللي قدت الى ان جماعة مارقة لا يصح ان يكون لها اي وزن او اي اعتبار تتصدر المشهد في سنة او سنتين بائستين على المنطقة ويصلوا في بعض الدول وده حصلت عندنا لكرسي الحكم الله ليه بسبب كم بالانقسامات فتبدأ الجماعة دي تتاجر بهذه الانقسامات وتدعي انها قادرة على توحيد الصف العربي هما مايفرقش معهم توحيد الصف العربي هما توحيد روافد الجماعة في كل الدول العربية فتتحول المنطقة كلها الى لعبة تعبث بها الجماعة ويبقى في عندنا بقى ولاة ما بقوش رؤساء وقادة وملوك وامرة لدول زاد سيادة دولة وطنية القاهرة في تلاتين ستة لما خدت القرار بانها تأتي على هذه الجماعة عن بكرة ابيها ايه اللي حصل انهارت دولة التأسيس اللي هي مش انهارت الدولة ولا عزو بلا انهارت الجماعة في الدولة بتاعت التأسيس الجماعة تنهار في الدولة التي أسست فيها الجماعة تنهار في مقر مكتب الإرشاد فتنهار الجماعة وتبدأ بقى الجماعة توصل لمرحلة الشتات تبدأ هنا الدولة العربية تلملم شتات نفسها من أول وجديد وتبدأ تاني تصعب مفاهيم الايه الدولة الوطنية في المنطقة والتأكيد على انه لا حكم على الاطلاق لأي جماعة ولكن الحكم وطني الجيوش وطنية مش ميليشيات وحرس وما إلى ذلك جيوش وطنية صناعات وطنية اقتصادات وطنية سياسات واضحة وهنا أقدر أقول لك وحدة القرار العربي يسبب ألأ لعالم اعتاد الانحياز عالم اعتاد إما أنه ينحز شرقا أو ينحز غربا وبالمناسبة عشان تفتكر زمان لما تعملت كتلة عدم الانحياز دي حوربت من قوة العالم يمينا ويسارا بالمناسبة يعني عشان تسقط كتلة عدم الانحياز كويس وما كملتش يعني قعدت شوية وخدت زخامها من القادة المؤسسين وبعد كده كل سنة وانت طيب النهاردة صوتها فين المنطقة العربية النهاردة هتتصدر مشهد قريب وهتشوف الجرائد العالمية بعد ما كانت بتكتب واشنطن لندن باريس برلين فقط هتكتب والعرب يرون كذا رأي العربي كذا مش هيبقى رأي مصر الوحدة ولا السعودية الوحدة ولا الإمارات الوحدة ولا العرق الوحدة ولا الأردن الوحدة ولا السلطنة الوحدة ولا البحرين الوحدة ولا الجزائر الوحدة إطلاقا أنت هتشوف موقف عربي موحد وبالمناسبة الكل سوف يلحق بهذه القاطرة الوحدوية يعني إذا كان لسه في بعض الدول نتيجة الظروف غير قادرة للصعود إلى هذه القاطرة هتصعد وإذا كانت لازلت هناك خلافات ما بين بعض الدول زي ما ذكر أستاذ أشرف هتزلل ليه؟ لأنه أصبح فيه موقف عربي موحد وعنده رؤية شديدة الوضوح لحل أزمات المنطقة ككل أنا عايزك تفتكر لما قلت لك عايز تشوف وضع حقيقي واضح متزن متراس اسمه يعني إيه تصفير مشاكل المنطقة بجد مش مجرد طق حنك على رأي اللبنانيين تعالى اتفرج على تصفير أو سياسة القاهرة في تصفير مشاكل مصر وتصفير مشاكل المنطقة والتخطي على التباينات تخطي هذه التباينات كلها الكل النهاردة وقف واحد العرب وقفين واحد العالم مش هيحب ده وهيقف وشنا شوية وهيحاول يرجعنا شوية بس العالم عارف إن إحنا دلوقتي في مرحلة من أقوى مرحلنا ما هياش أقواها هتبقى أقواها طول ما الصف العربي واحد ربنا أراد إنه في المرحلة اللي إحنا فيها دي يدينا مجموعة من القادة في المنطقة العربية مختلفين تماما عن زمان مش بيقول لك زمان وحش ولا زمان حلو لا أنا بيقول لك مختلفين رؤيتهم مختلفة رؤيتهم حدثية رؤيتهم انفتاح على العالم ما هياش إنه هننغلق على أنفسنا رؤيتهم تصفير المشاكل رؤيتهم عدم الانحيازات رؤيتهم من الآخر كده مصلحتنا سوا وهنطلع ونصعد سوا وإنه أي حد فينا هينظر لمصلحته المنفردة هيتسبب فيه انهيار المجموعة العرب اختلفوا على المستوى القيادي أنا بقى عايز إيه إحنا كشعوب عربية تعالوا نصفر المشاكل إحنا كمان ما بيننا وما بين بعض وتعالوا نتخطى تبايناتنا ما بيننا وما بين بعض في أي قضية كانت سياسية واقتصادية وسقفية واجتماعية نحي كل هذه التباينات هو أنت فاكر إن الأوروبيين بيموتوا في دباديب بعض ده أنت تبقى طيب الشعوب الأوروبية بالمناسبة شعوب غير متجنسة على الإطلاق وما بيحبوش بعض وعندهم نظرات فوقية تجاه بعض وتلاقي جزء بينظر للجزء الثاني على إنه دي شعوب أقل حضارة أدنى مننا تحضرا ومدنية ودي شعوب أرقى ودي شعوب مش أرقى ودول متشددين ودول متعصبين ودول متحررين أكثر مما يجب حوادتهم كتير الشعوب الأوروبية أراقت دم بعض مش بس في الحرب العالمية التانية ولا بس في الحرب العالمية الأولى هم طول الوقت كانوا بيريقوا دماء بعضهم بس هم عرفوا يوصلوا لمشتركات ما الشعوب إحنا عندنا المشتركات الاستعمار والإمبريالية بالتعبير الستينياتي الشهير والغرب وا 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 فلح فلح في إيه ونقعد يكسر فينا ويخلينا نقعد طول الوقت بنتخانق مع بعض يا رجالة ده إحنا بنتخانق مع بعض على فيديو على يوتيوب بنتخانق على فيديو ممكن يبقى فيديو تافه جدا دي وردة لأ دي زهرة وإنت إيش فهمك هو أنت عالم زراعة يعني إنت اللي عالم زراعة إنتوا إيش فهمكوا يا كذا لأ ده إنتوا اللي ما بتفهموش يا مش وتلاقي 22 دولة أو تحديدا 22 شعب عملين بتخانقوا مع بعض على فيديو تافه ده اللي حصل طيب تعال ننسى بقى كل ده وننسى الفيديوهات التافه وتعالوا ننسى الشير واللايك والترند والتحجيز ده كله وتعالوا نقعد نفكر في مشتركاتنا ترجمة نانسي قنقر